لدي زملاء مقربون على سبيل المثال في شنجن لدي مختبر يحمل اسم جزئيا لكن في الواقع أتعون مع هؤلاء الأشخاص أنكذاب لإجراء بعض الأبحاث الجيدة أحياناً في قيادة مجموعة وأحياناً تقولها مجموعتهم إن العلم والتكنولوجيا هم مفتاح استراتيجية الصين لتنمية عالية الجودة فالتقرير المقدمة من المؤتمر الوطني العشرين للحزب شعي الصيني قرر من العام للحزب شيد جيمبين أن التعليم والعلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية هي الركاز الاستراتيجية لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة ودولة تساهم في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك ومنذ عام 2018 تم تخصيص المنتدى العالمي لكبار العلماء للتعزيز العلوم الأساسية والدعوة إلى التعاون الدولي ودعم اهتمام الشباب بالعلوم وفي 4 نوبمبر افتتح المنتدى مكاناً دائماً في منطقة لينكان الجديدة بشانخاي فيما يهدف إلى ضق زخم جديد في محاولة شانخاي لتصبح مركزاً للابتكار العلمي والتكنولوجي له تأثير عالمي ترجمة نانسي قنقر